بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرق المرسلين اليوم إن شاء الله نواصل شرطة 7 نشوف لك شرطة 7.5 نشوف فيه الطاقة الكامنة وحفظ الطاقة الـ Potential Energy الطاقة الكامنة أولا نشوف Work of the Force of Graffiti W هذه شوفنا قبل هذا القانون شوفنا قبل لكن هلا ودرينا نوزع W هذه الداخل يصبح عندي WY1 منس WY2 هنا الـ Work هذا يقول لك شوفنا قبل أنه Independent of the Path Followed يعني لا يرتبط ما هو مستقل عن عن الـ Path يعني المسار اللي حتمشيه الـ A لكنه مرتبط بإيش مرتبط فقط بالمسافة الابتدائية Initial and Final Value of WL إيش معنى هذا الكلام نحن لا يرتبط إلا بهذا النقطة نحن كان موجود هنا وصار موجود هنا إذن هذه المسافة اللي هي دلتا Y إذا ضربتها في الـ Weight هو مرتبط بس بها لاحظ W Y W Y1 هذه هذه ودنا نسميها Potential Energy لكن هنا بالنسبة للمين ليش الـ G هنا لأنه عندي هنا Force of Gravity إذن هذه هي V E1 V G1 وهذه هي V G2 لاحظ هنا فيه شغلة مهمة عندنا جداً اللي هي ما يسمى بالـ Datum الـ Datum اللي هي نقطة المرجع اللي حنا نبدأ ننقيس منها الـ Y لاحظ هنا نحن على ارتفاع Y1 على ارتفاع Y على ارتفاع Y2 من إيش من هذا الـ Datum اللي موجود عنده الوحدة واضحة نحن عندنا الـ Weight وحدة نيوتن و الـ Y وحدة الميتر إذن الوحدة هي الجول هل ودنا نشوف الـ Work تبعى Force اللي هي Exalted on Spring يعني لما تطبق على النابط يقول لك أن هنا أنها ترتبط فقط بـ بالـ Initial and Final Deflection اللي هو التمدد هنا ما ترتبط اللي هو التمدد اللي كان موجود عندي اللي هو الـ Initial والتمدد اللي هو Final اللي موجود عندي اللي هو X2 Final Deflection هنا ترتبط بس بالـ X2 و X1 طبعا هذا ثابت اللي هو ثابت النابط إذن الـ Ve هذه اللي هي Elastic Force الموجودة في النابط تساوي تساوي Ve1 الـ 1 اللي عندي هنا X1 والـ Ve2 اللي هو عندي هنا X2 طبعا لاحظ هنا كيف نجيب الـ Work هنا اللي هو لاحظ هذه هي Force F اللي تأثر في النابط أصلا F تساوي X المساحة اللي تحتها لكن من X1 إلى X2 وهنا يقول لك أنها لازم تكون Elongation تبعه اللي هو في الابتدائي يكون يساوي الصفر هلا لنشوف Conservation of Energy حفظ الطاقة عندي الـ Work يساوي of conservative force اللي هو potential يساوي الفرق في potential energy وعندي كمان conservative of energy نعرف أنه الـ Work يساوي الفرق في كاينة energy إذن لاحظ هذا هو نفس هذا يساوي إذن هنا يساوي H T2 plus T2 minus T1 إذن عندي هنا T1 V1 موجود عندي هنا يجيب لها T1 في الطرف الثاني تصير T1 plus V1 والV2 يروح به الطرف الثاني تصير T2 plus V2 لحظ الكاينة تكالي زائد potential energy عند position 1 تساوي الكاينة تكالي زائد potential energy عند position 2 إذن معناها أنه دائما زائد potential energy تساوي كون stunt تساوي ثابت نحن 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 نزبط هذا الكلام لاحظ هنبدأ أولا عندنا هذا spring رفعنا لهذه النقطة ونطلق لكن عند هذه النقطة كيف كان potential energy صفر لأن كان سرعة تبع صفر لكن لاحظ الdatum عندنا هنا وين هنا آخر نقطة تقصدها كتلة A إذن potential energy H يساوي ارتفاعه عن الdatum ومرتفع عن الdatum بمسافة L والway تبعها سنسميه W إذن تساوي W L إذن T1 plus V1 H تساوي تساوي W L بعد ما وصلت للنقطة A 2 قديش هنا قديش هنا potential energy V2 كم تساوي تساوي صفر ليش لأن موجود موجود على الdatum موجود على المرجع اللي عندي إذن Y تساوي الصفر إذن V2 تساوي الصفر كم كم kinetic energy عند 2 M V2 square M هي W على G و V هذه قبل لأنها تساوي الجذر التربيع ل 2 G 2 G L ربعتها يروح ربعت عندك هنا تربيع يروح الجذر التربيع يتبقى عندك 2 G L 2 رحت مع ال2 والG رحت مع الG ما بقانا إلى W L إذن إذن T2 تساوي W زايد V2 0 إذن T2 plus V2 تساوي W L وهي نفس هل شفنا المرة الماضية W إذن تساوي T1 plus V1 شفنا هم سلايد الماضي وفي هذا سلايد شفنا T2 plus V2 تساوي W إذن هذا الكلام يعني هذا الكلام يعني أنه دائما لما تأخذ كائنة تكالي وضيف على potential energy يكون مجموعهم دائما ثابت وفي هذه الحالة شفنا أنه يساوي W لاحظ هنا كانت الكائنة تكالي عندنا الصفر وكانت الـ potential عندنا تساوي W لما وصلنا إلى هذه النقطة 2 تبدلت فكل الـ potential energy التي كانت موجودة عندنا تحولت إلى طاقة حركية في هذه النقطة لكن مجموعهم يظل ثابت وهذا هو حفظ الطاقة ترجمة نانسي قنقر